كيف تعملون الزربية البوحيوية؟ يعني الأشكال؟ وش بقيتوا في الأشكال التقليديين لكم؟ أو دخلتوا عليها شيء جديد؟ هنا أنا قد نقول لك نحن نفصل الجوج لأحد الشيق الأول والشيق الثاني قد نقول لك بأننا حافظنا على التوراث لأن لحسب طلب الزبون يقول لك أنا بغيت الزربية البوحيوية كما كانت لكي يجي عندنا شيء يشوفها يقول لك كانت عند جدا كانت عند عمتيق لقيتها عند عقوزتي لقيتها عند السيد اللي كان قديم يقول لك ماذا بيانا هكا كما هي بغيتها هكذا هذا نحن نمشو على الطلب دي وكن نخدموه له في حين أنا ميكا كون عمنا شيء معارض كبيرة كان حاولوا أننا ندخلوا عني واحد التعديلات لكي توقف حتى العاصل لأننا كانت ببعض الأوروبيين ميكي يجيو عنا يشوفوا زربية سيغطوا الأجانب يقول لك علش ما ندخلوش عليها شيء ألوان هنا أخذت الفكرة لأن البيضوك حل واحد يعني واحد العادة تقليد قديم علشنا ما ندخلوش ألوان تكون جديدة على الزربية يعني باش تحتاج بدل النظر بحال هذي القدامي فيها الأورانج والزرق بحال هذك شكل خدمنا الألوان لأن كان البيضوك حل هذيك هي ها وكان هذيك فيها الألوان متعديدة الألوان يعني بديك ساعات كتعة الزبون يختار بغا تقليدين مية في المية بغا تحسينة الألوان نقول لك باش يوكب العصر والمعصرة كين عوثاني اللي بغا وكين شكل أخر يعني هذي 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 الزربية هذي في الصوفة خارجة خارجة منها وهذيك ما فيها الصوفة يعني رقيقة كين هذي بالعقدة ها شيني العقدة؟ العقدة هي ميكا نسجو الخيط اللي تدرون سدامة ميكا تضربها مزيان وبعد كن بدون نعقدو باش نحطو الزواقة نعقدو في حين أن هذي اللي ما فيها العقدة هذي كيمشي وغير خيوط واحد داخل واحد خارج كيمشي واحد فوق واحد وصافة وده باش كون شنون اللي تياخدو الناس بزيف دابا؟ كياخدو هذي ديال العقدة للناس بزيف لأن هذي كتتفرج فالأرض خصوصا نازل أوروبا كيديوها بزيف لأنك تقول كتعطي لنا واحد سخونيال الضارف من فوق البرد دوت اللي عندهم تماما؟ ترجمة نانسي قنقر